أعلنت الشرطة الهولندية يوم أمس اعتقال شخص ثاني يشتبه بتورطه في عملية إطلاق النار في أوترخت وكانت الشرطة أعلنت مساء يوم الاثنين الماضي اعتقال مشتبه به تركي يدعى كوكمان تانيس في إطلاق النار في مدينة أوترخت فقال إنه تركي المولد وعمره سبعة وثلاثون عاماً عرضت له صورة من كاميرا لترامب